اشتركوا في القناة به جماعة الاخوان المسلمين دون تحقيق ودون التوصل الى نتائج في هذه العملية نحن امام اعلام يحاول في الواقع ان يكون تابع زليل للسلطة القائمة في مصر الان يعني هذه لنا ان نتذكر ان رؤساء تحليل الصحف الحزبية كانوا قبل 25 يناير كثيرا ما يعقدون اجتماعات على هذه الشاكلة لكن اجتماعات كانت دائما وابدا من اجل المطالبة بالحريات الاعلامية نحن الان امام اعلان قرر لنفسه ان يكون تابعا قرر لنفسه ان يكون خادما قرر لنفسه ان يكون جزء من منظومة السلطة الحكيمة باعتبار ان هذه المنظومة هي الدولة المصرية وليس فقط ان هناك شخص يقولون عنه انه الرئيس المنتخب من حقك ان تختلف معه ومن حقك ان تؤيده ومن حقك ان تقول له نعم ومن حقك ان تقول له لا نحن في الواقع يجب ولكن ليس للصحفة دور بالفعل في مواجهة ارهاب ان كان موجودا عن الاصل في الاشياء ان الصحفة ضد الارهاب لكن عليك في البدء ان تتبين من الذي قام بهذه العمليات الارهابية دور الصحفي ان يحقق وان يبحث وان يتوصل الى نتائج دون ان يطلق احكام بدون تحقيق نحن حقيقة الان نشاهد اجتماعا يسعى الى تقنين وضع تكميم الافواه في مصر وضع الصحفة عمليات الانحطاط الكامل في الصحفة اعتقد اننا نمر الان في مصر بمرحلة لم تمر بها مصر في العهد عهد 52 توجيه التهم حتى ما جرى تأميم الصحفة نحن الان نشاهد رؤساء تحرير الصحف هم الذين يصدرون قرارات لم تصدر لهم بتأميم الصحفة البيان ادان العمليات الارهابية التي تقودها جماعة الاخوان بين قوسين الارهابية يعني توجيه التهم لجماعة او لشخص دون دليل واستباقا لتحقيقات هل هذا هو دور للصحفة؟ ليس دور الصحفة على الاطلاق دور الصحفة كما قلت لك انها تبحث عن من الذي قام بهذا العمل هناك تقصير من جانب السلطة فان يكن جماعة الاخوان المسلمين التي قابت بهذا العمل وهي جماعة الاخوان المسلمين لم تقم به لكن ايضا في المقابل هناك تقصير من قبل السلطة الحاكمة تقصير من قبل وزارة الداخلية تقصير من قبل الجيش الذي يخوض الآن معركة ضد الارهاب في سيناء هناك تقصير ادى الى هذه الجريمة التي جرت وبالتالي دور الصحافة أن تنتقد هذا التقصير أن تواجه سهام مقدالي لكن نحن نشاهد الآن صحافة قررت أن تدخل بيت الطاعة بيت الطاعة لحكم العسكر بعد 52 الذي أدخل الصحافة بيت الطاعة كان هو السلطة بقرار منها الآن نحن نشاهد هؤلاء يقررون بمحض إرادتهم أن يكونوا خدما في البلاط بلاط السلطة الحاكمة في المصر باختصار سيد سليما الآن هناك على ما يبدو موجة في اتجاه واحد محمود سعد منعاء من الظهور في الماضي أبو دراع في الصحفي في سيناء وكان تابعا لجرائد يقال أنها تابعة للسلطة ومع ذلك إذن هناك موجة واحدة أين الصوت الآخر في الصحافة المصرية لم يعد هناك مطلوبا أو مطروحا على جدو الأعمال أن يكون هناك صوت واحد حتى من داخل الانقلاب نفسه يعني محمود سعد جزء من هذا الانقلاب أيضا الصحفي أبو دراع أيضا وائل الإباش كل هؤلاء جزء من منظومة الانقلاب لكن فكرة النخد مجرد النخد البريء لم يعد مسموحا به في صحافة حكم العسكر نحن لنا أن نعلم أن عفتاح السيسي نفسه انتقد يعني في الكارثة التي جرت ذات يوم على مصر عملية انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن جمهورة مصر العربية مجرد منشط المصري اليوم أن المصري منورة بالحكومة هذا المنشط أصار استياءه الشديد وعلق عليه وعلق عليه باستنكار واستهدان ورأى أن هذا ليس تدود الصحافة المصري ويريد أن يتعامل مع الطحافة على أنها سيجارة حشيش تعطي الأمل ولو أنه كان أملا كاذبا ووهما وترابا سليم عزوزة الكاتبة الصحفي كنت ضيفا في السوديو شكرا جزيلا